بعض الناس هدان الله يقرأ فيما شجر بين الصحابة رضو الله عليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول لا يجوز القراءة في الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة لماذا؟ لأنه قد يقع في قلبك شيء الله سبحانه وتعالى لا يسألك يوم القيامة عما شجر بين الصحابة ومين هي الفئة الباقية لكن سائلك الله سبحانه وتعالى هل أطعت الله سبحانه وتعالى في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم وهل أطعت النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي إذن هذه الشبهات قد يعني تؤدي عند دخولها في القلب أنه لا يستطيع أن يخرجها قال فحدثني بشيء وقعت لديه الشبهة فماذا الصنع؟ رجع للعلماء